سيد قطب الحقيقة كان زي أبو الأعلى المودودي تخطى تأثيره حدود الدولة المصرية وأصبح له أتباع ومريدين من خارج مصر الحقيقة اتخرج من كلية دار العلوم سنة 1933 اتعين في وزارة المعارف أرسلته الدولة المصرية في بعث الأمريكا لمدة سنتين سنة 48 وكان في جامعة كولورادو وقعت هناك فيها سنتين الحقيقة مش بس كده سيد قطب كان على علاقة بنجوم الفكر والثقافة أستاذ نجيب محفوظ دكتور طاع حسين أستاذ العقاد اللي كان أحد مريدينه مش بس كده يعني ده حتى المحفل الماسوني سيد قطب كان عضو فيه وكتب مقالة فيه بورنان كان اسمه التاج المصري بتاريخ 23 ابريل 1943 بيقول أو كان عنوانه لماذا صرت ماسونية كان من بين اللي قاله سيد قطب في هذا المقال يعني كان بيقول يعني السؤال سهل ما يصور والجواب من القلب إلى القلب فعرفت عند إذن أنني صرت ماسونيا لأنني أحسست أن في الماسونية بل سمن لجراح الإنسانية يا سلام الحقيقة يعني أعدي الجزئية دي برضو لأن تحس أن فيه خلل في الفكر ولكن يعني أعدي هو ليه أصبح ماسوني ومقالته وأرجع تاني بقى ليه علاقته بالمجتمع روح سيد قطب اللي راحت ليه الماسونية ما اكتفتش ولكن كمان دورت على غيرها فأيد صورة 23 يوليو 1952 بل على العكس كان المدني الوحيد المسموح له بتقديم رأي لمجلس قيادة الصور وقدم نفسه ككاتب ونقد أدبي وتقرب من الأستاذ عباس محمود العقاد زي ما كنا بنتكلم ثم لما الأستاذ العقاد رفض يكتب لسيد قطب مقدمة لكتاب هو كان مألفه انقلب على الأستاذ العقاد الحقيقة سيد قطب كتب في وقت ثورة 52 يطالب بإلغاء الأحزاب والحياة السياسية في مصر مش بس كده على رزنامة التاريخ يوم 12 أغسطس 1952 نظم عمال غزل كفر الدوار اضرب يطالبوا فيه بزيادة الأجور كان ده بعد شهرين ثلاثة من ثورة 52 فكتب سيد قطب مقال يدعو فيه الزباط الأحرار والرئيس جمال عبد الناصر بإعدام قيادات الإضراب اللي هو محمد خميس ومحمد البقري وكتب مقالة ينصح فيها الزباط الأحرار بالدكتاتورية علشان ضبط وضع البلد وبرر ده بكلمات قال فيها لقد احتمل هذا الشعب دكتاتورية طاغية باغية شريرة مريضة لمدة خمسة عشر عاما طبعا كان بيتكلم على الملك فاروق بس الإخوان لما يقولوا لك الزمن الجميل ما علينا أفلا يحتمل لو الشعب يعني دكتاتورية عادلة نظيفة شريفة لمدة ستة أشهر يعني نكمل كمان دكتاتورية لمدة ستة أشهر يعني سيد قطب الحقيقة كان من المروجين الدعمين لثورة يوليو 52 زي ما كان من المتعصبين زي ما قال للأستاذ العقاد بس زي الحقيقة ما ساب العقاد وهجمه بعد ما رفض يكتب لمقدمة كتابه برضو ساب الدباط الأحرار واتجه إلى الهجوم على الدباط الأحرار وثورة يوليو لرفضهم أنه هو يكون وزير للمعارفة مش بس كده أنت لما ترجع لسيد قطب سنة 47 في مقال كان كتبه هتلاقيه أنه هو كان بيهاجم الإخوان وبيصفهم أنه هم جماعة ضعيفة مهترقة ملهاش ملامح لكن بعد ما انضم للإخوان سنة 1953 كتب كلام مختلف وكتب أنه هم دول العصبة اللي حتقود المجتمع إلى التقدم ورفعة الإسلام ونشر رسالته يعني هو كان كاتب الحقيقة مقالات كتيرة في هذا الشأن ثم قبض على سيد قطب في أحداث المنشية سنة 1954 اللي كان حصل فيها محاولة لاغتيال الرئيس عبد الناصر سيد قطب الحقيقة كان أحد المتهمين اللي اتقبض عليهم في هذه الأحداث واتحكم عليه بالسجن لفترة طويلة 15 سنة مشدد في هذه الأحداث الحقيقة قضى منهم عشر سنين بس في مستشفى السجن وكانت ده بتعليمات من الرئيس عبد الناصر لأنه كان بيكني لي بعض الاحترام لكن القانون قانون فأضى عشر سنين في مستشفى السجن في فترة السجن العشر سنين ألف سيد قطب تلت كتب أهمهم كان في ظلال القرآن ومعالم على الطريق اللي رسخ فيه لفكرة الحاكمية اللي كانت وسيلة لتجنيد كل مغيب عن الفكر وإعماله وإعمال العقل زي ما عمل حسن الصباح برسم صورة براقة للمجتمع اللي بيحكموا الإمام أو المرشد وتكفير المجتمع الظالم والدولة الكفرة ووقع في شباك الأفكار دي كتير من الشباب وقتها سواء من المسجونين مع سيد قطب أو اللي برا السجن وكانت هذه الأوراق اللي بقت بعد كده كتب كانت بتتهرب لهم من خلال الإخوان اللي كانوا بيزوروه في السجن وصدق الشباب حدوتة العصبة المؤمنة اللي لازم تتكون علشان تحارب المجتمع الكافر وكان الإسلام لسه يعني بالنسبة لهم وكانه نازل مبارح وانتشرت أفكار قطب زي النار وتكونت جماعات تطبق أفكاره زي التكفير والهجرة على سبيل المثال اللي استباحوا القتل باسم الدين ومن دون محاكمة ولا ولي أمر ولا دفاع ولا أي حاجة ورغم كل ده كان بيتوصف سيد قطب في الجماعة ومن اللي تعاملوا معاه بأنه كان مرها في الحس والمشاعر وتتعجب من هذا الوصف الحقيقة يعني إزاي واحد مرها في الحس والمشاعر يحص على القتل والخراب والفوضى وتكفير الإنسان والمجتمع ومحربة المختلفين معاه في الرأي فإزاي يكون مرها في الحس والمشاعر على رزنامة التاريخ يوم 30 يونيو 1965 كان القفض للمرة التانية على سيد قطب وعدد من الإخوان بتهمت التخطيط لنسف عدد من المؤسسات في الدولة واغتيال الرئيس عبد الناصر وتحكم على سيد قطب في هذه الأحداث أو في هذه المحاكمة بالإعدام المراضي اتنفذ الإعدام يوم 29 أغسطس 1966 وطبعا استخدمت الإخوان هذه القضية للترويج لسيد قطب الشهيد اللي دفع عمره وهو بيدافع عن شرع ربنا من تلميس سيد قطب في الفترة دي اللي اتأثروا بيه جدا وأصبح ليهم شأنه وبرده لا تنطبق عليه مقولة ملامح الشر والجريمة أيمن الزواهري أيمن محمد ربيع مصطفى عبد الكريم الزواهري موليد 19 يونيو 1951 يعني لما اتعدم سيد قطب سنة 66 كان أيمن عنده 15 سنة ملحقش يعني يتأثر بيه وخصوصا أنه من طبقة فوق المتوسطة كانوا من سكان شرع 9 في المعادي في فيلا من الفيلال اللي موجودة هناك وحي المعادي معروف من قديم الأزل أنه كان سكن الطبقة الأرستقراطية والأجانب الحقيقة أسرته يعني والدته بتنتمي بالأرابة لعبد الرحمن باشا عزام أول أمين عام لجامعة الدول العربية والده كان طبيب لكن أيمن الزواهري بالفعل كان متأثر بسيد قطب انضم للإخوان في فترة مراهقته كان من قراء سيد قطب وكان خاله اللي كان اسمه محفوظ عزام هو محامي سيد قطب في سنة 65 قضية تنظيم 65 وتقابض على أيمن أول مرة وكان عمره 15 سنة لكن سرعان ما تم الإفراج عنه لصغر السن دخل كلية الطب وتخرج منها طبيب لكن ما قطعش علاقته بالجماعة ولا أفكار قطب اللي دعمت دخوله تنظيم الجهاد سنة 1973